فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية إذا كان الكفار ممنوعين من إظهار شعائرهم وحاداتهم الخاصة بهم وتقاليدهم الخاصة بهم ما ممنوعون من أن يظهروا ذلك في بلاد المسلمين لأن لا يختلط الإسلام بغيره أو يخفى الإسلام حتى يلتبس بغيره فكيف إذا كان العكس وهو الواقع الآن أن المسلمين هم الذين يعملون أعمال الكفار ويظهرون شعارات الكفار فإن هذا من الانتكاس إذا كان الكفار ممنوعين من أن يظهروا هذا في بلاد المسلمين فكيف أن المسلمين هم الذين يظهرونه نيابة عن الكفار وهم الذين يستجلبونه ويستوردونه ويتمدحون به فهذا من الانتكاس وهذا واقع في غالب بلاد المسلمين اليوم فلا تكاد تميز شيئا من عاداتهم وأمورهم حتى اختلطت بأمور المسلمين وصار الحاذق من المسلمين والمثقف والمفكر والمدرك هو السابق إلى عادات الكفار وتقاليد الكفار وثقافة الكفار وهذا من الانتكاس العظيم ومن استبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير ولا حول ولا قوة إلا بالله وهذا إهمال لدين الله عز وجل وإذلال بل هو إذلال لدين الله وإعزاز لدين الكفر وشعائل الكفر فالواجب أن يتنبه المسلمون وعلى رأسهم ولاة أمورهم أن يتنبهوا لهذا الأمر وأن لا يتساهلوا في شيء منه وأن لا يطيعوا من ينادي به من دعاة الحضارة كما يقولون أو الرقي أو التقدم أو الحضارة أو غير ذلك فإن ديننا ولله الحمد قد أعزنا الله به فمهما ابتغينا العز بغيره أذلنا الله كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فما هو من العرب قبل الإسلام إنهم كانوا مستذلين وكانوا مستضعفين وكانوا متقطعين متناحرين فيما بينهم حتى جاء الإسلام فأعزهم الله به ورفعهم به وأكرمهم به وصاروا سادة العالم فلماذا التحول الآن من الإسلام إلى ضده فالواجب على المسلمين عموما وعلى أولاة أمورهم وعلى علمائهم الواجب عليهم أن يتنبهوا لهذا الأمر وأن يطردوا هذه الأمور التي وفدت إليهم وهي إضرار بهم وبدينهم وليس فيها نفع البتة فأنت الآن لما تسير في الشارع ماذا ترى عنوين المحلات إلا أسماء أعجمية أو كتابات بحروف اللغة الأجنبية حتى الحروف العربية يكتبونها بصفة تشابه الحروف الأجنبية كل هذا محبة للتشبه وعشق لعادات الكفار ولا حول ولا قوة إلا بالله وحتى التخاطب الآن يكاد أن يكون باللغة الأجنبية حتى في بلاد الإسلام في المستشفيات في المطارات في الشركات في الفنادق في بلاد المسلمين مع الأسف الواجب أن يتنبه لهذا الأمر قبل أن يستفحل وينشأ عليه الصغير ويهرم عليه الكبير ثم ينسى الإسلام ترجمة نانسي قنقر